موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة شعبة نظم المعلومات هذه هي المحاضرة الأربعاء واحد أبريل وفي مقرر تطبيقات الحاسب في إعداد التقارير وأتمنى من حضراتكم أن يكون أمامك الكتاب مفتوح على صفحة 127 أو أن تفتح ملف الورد المرافق لهذا الملف الصوتي أيضا صفحة 127 نفس الصفحة وعنوان محاضرة النهاردة إن شاء الله هي الباب السادس في جودة التقارير كواليتي أو فروبورتس كيف يكون التقارير جيد فهناك قواعد أساسية لجودة التقارير وهذه القواعد يجب الاهتمام بها لإعداد تقارير ناجح القواعد دي هي سبع قواعد موجودة عند حضراتكم في صفحة 128 وأول قاعدة قلة عدد التقارير يعني إذا لم نكن التقارير دوري فيجب التقليل من أعداد التقارير نمرة 2 القاعدة التانية لجودة التقارير استعمال اللغة بسيطة واتفعنا سواء قبل كده أن اللغة البسيطة والواضحة المقصود بها هي اللغة التي يفهمها ويفضلها قارئ التقارير رقم 3 وضوح العنوين المعبرة يعني يجب أن يكون العنوان لأي جزء من أجزاء التقارير معبر عما تحته رقم 4 النتائج النتائج الموجودة في التقارير لأنه تفانى سواء أن التقارير عبارة عن مجموعة معلومات وحقاق وهذه المعلومات والحقاق هي عبارة عن نتائج لأشياء ما وبالتالي يجب أن تكون النتائج واضحة ومحددة ولأنها هي جفر التقارير رقم 5 التفانى سواء برضه أن من هيكل التقارير أن يكون له مقدمة وبداية وخاتمة ونهاية وفي المقدمة يجب أن تكون مقدمة التقارير مرتبطة بالنتائج والفقرات الموجودة الدقة والإيجاز يعني لا ممنوع لإسهاد في التقارير حتى لا تفقد معناه ما تطول شيء وفي نفس الوقت لا تختصر حتى لا تخل المعنى ولذلك مطلوب في الإيجاز مع الدقة التقايد بحدة أقصر على الصفحات يعني لا تترك أنت ككاتب التقرير لا تتلك لنفسك العنان أن تكتب ما شئت حدد لنفسك عدد صفحات هذا التقرير مثلاً عشر صفحات وأنا بحط الخطة بتاعتي أو الأوتلاين أو المخطط العام للتقرير أو الهيئة للعام يجب أن أزيد عن هذا العدد في الكتاب هذه هي القواعد الأساسية لإعداد تقرير نادع أما هناك العوامل التي تأثر بها جودة التقرير ودياً مش هشرحها مش مطلوب من حضرتك إيراءها لنفسك اللي هي عندك عنوان العوامل التي تأثر بها جودة التقرير لأن احنا قلنا قبل كده سابقاً أو في اللحظة القواعد اللي هي لإعداد تقرير نادع وهناك تطابق بين المحتويات ولهذا مش هاشرح العوامل التي تأثر بها جودة التقرير وغير مطلوبة من حضرتك لو ألبنا في صفحة 130 هنجد مواصفات وسمات التقرير الجاية يعني وإحنا بنكتب التقرير خدنا بعض القواعد وبعض الاعتبارات في الاعتبارات اللي احنا خدناها والقواعد لعداد تقرير الجاية السابعة اللي احنا قلناهم قبل كده لما نرعيهم ونكتب التقرير نتمنى أن يكون التقرير زو مواصفات تؤدي لأن نقول أن التقرير جاية هذه المواصفات وده مهمة جداً أو الهتاني صفحة 130 العنوان مواصفات وسمات التقرير الجاية كم مواصفة عند حضراتكم في صفحة 32 و 31 و 32 و 133 كم مواصفة هنجدهم حسب العدد اللي قدامي 8 مواصفات وده هنتكلم فيهم بالتفصيل شوية لأننا لما هعرف المواصفات المطلوبة للتقرير الجاية يعني هعملها على أساس التقريري يكون جيد إن شاء الله المواصفة الأولى أو هنقول لهم كده الأول تعداداً وهما البعد الزمني الشمولية الدقة مناسبة الحج قدرة على الإقناع اسلوب العرض أن يكون التقرير شيق وموضوعية التقرير هذه مالها الصفات والسمات التي تعبر عن التقرير الجاية يعني إذا توفرت هذه الصفات والسمات في تقرير ما هنقول عليه أو هنوصفه أنه هو تقرير جاية البعد الزمني ماذا نقصد بالبعد الزمني البعد الزمني المقصود به زي مكتبة عند حضرتك تحت العنوان في صفحة 130 يقصد بها الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير ووقت عرض التقرير بمعنى يعني تقرير مطلوب مثلا عن مبيعات شركة خلال شهر مارس يبقى التقرير معلوماته هي شهر مارس من 1 مارس إلى آخر 31 مارس ووقت عرضه يجب أن يكون 1 أبريل يعني ما تجيش تعرض التقرير عن مبيعات شهر بعد شهرين أو ثلاثة يبقى ليس له قيمة أو فائدة ده من حيث البعد الزمني يبقى البعد الزمني حاجتين معلومات الفترة الزمنية لمعلومات التقرير ووقت عرض التقرير الصفة التانية الصفة التانية أو السمة التانية للتقرير الجيد هي الشمولية والارتباط بالموضوع يعني يجب أن تغطي جميع جوانب الموضوع معلومات التقرير يجب أن تغطي جميع جوانب الموضوع لا تترك جزء من المعلومات يسبب خلل عند القارئ أو يسبب عدم ربط للموضوعات حاجة التانية الارتباط بالموضوع يعني تأكد تماما أن جميع المعلومات والحقائق الموجودة في التقرير اللي أنت بتكتبه مرتبطة بالموضوع التقرير وبعنوان التقرير لا تزيد عن عنوان التقرير أو موضوع الصفة التالتة أو السمة التالتة للتقرير الجيد هي الدقة وصحة البيانات هو التقرير ماذا؟ التقرير بيستخدم في اتخاذ قرار وبالتالي لابد أن المعلومات التي يحتوي هذا التقرير يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وده صفة من صفات المعلومات أو خاصية من خواص المعلومات التقرير السمة أو الصفة أو المواصفة رقم رقم أربع ليه صفحة 131 ليه التقرير الجيد مناسبة الحجم مناسبة الحجم بمعنى آخر يعني يجب أن يكون التقرير ومحتوى من المعلومات مناسبا لحجم الموضوع وللمعلومات بمعنى تقرير مالي عن حركة مبيعات شركة لشهر وتقرير مالي لحركة مبيعات شركة عن سنة المفروض أن التقرير الشهري يكون واحد على 12 من التقرير السنوي يعني ما بنكبرش أو ما بنكبرش في حجم التقرير الشهري ونصغر في حجم التقرير السنوي لا كل المعلومات أو كل التقرير التقرير يجب أن يكون مناسبا للحجم وإحنا قلنا قبل كده لما جينا نصنف التقرير لو قتقلب معي صفحة 132 لو سمحت 132 لما جينا نصنف التقرير حسب الحجم قلنا هناك عوامل يتوقف عليها حجم التقرير وقلنا التقرير ممكن يكون مذكرة ممكن يكون تقرير صغير متوسط ممكن يكون تقرير كبير وهناك عوامل يتوقف عليها حجم التقرير أو كم المعلومات الموجودة في التقرير أقولها تاني في صفحة 132 فأترك بها تاني هذه العوامل السبعة هي العوامل دي العوامل التي يتوقف عليها حجم التقرير رقم واحد شكل وغرض التقرير عمق البحث الفترة الزمنية مستوى الإداري لأنه اتفقنا سوى قبل كده أنه كلما ارتفع المستوى الإداري الذي سوف يقدم له التقرير تكون المعلومات مختصرة يعني حجم التقرير يكون صغير أو متوسط رقم خمسة العامل الخامس الذي يتوقف لها حجم التقرير الموضوع موضوع التقرير نفسه مصادر المعلومات المتاحة رقم سبعة والأخيرة شعور الكاتب وبالتالي هذه العوامل السبعة تؤثر في حجم التقرير وبرضه أرجع أقول أن التقرير الجيد يجب أن يكون حجمه مناسبا لموضوعه ولعمق بحثه ولحجم معلوماته ولنوع الإدارة التي سوف يتقدم لها وكلما كان حجم التقرير مناسبا كلما كان التقرير جيد ويتصف بهذه الصفة السمة أو الصفة رقم خمسة للتقرير الجيد في صفحة 132 معايا تاني برضو تقرير الجيد رقم خمسة يجب أن يتصف بالقدرة على الإقناع القدرة على الإقناع يعني ودي مهارة من مهارات كاتب التقرير اللي هو القدرة على الإقناع يعني وضع المعلومات المناسبة والمختصرة والنتائج المتوافقة مع المعلومات المعروضة كلما كان ذلك صحيحا كان التقرير مقنعا للقارئ وبالتالي ده بيحتاج إلى مفهوم وأسلوب واضح ومقنع من الكاتب للقارئ الموصفة أو السمة رقم 6 للتقرير الجيد ده صفحة 133 سلوب العرض سلوب العرض بمعنى هناك بعض التقرير تكون معلوماتها كلها عبارة عن بيانات رقمية وبالتالي لما يجي أعرضها يفضل أن أعرضها في شكل جداول هناك تقرير أيضا بتستخدم لعمليات المقارنة وفي الحالة دي العرض البياناتي أو مقارناتي يجب أن نستخدم المنحنيات والخطوط المنكسرة والإحصائيات والشكل البياني وبالتالي هنا أسلوب العرض يجب أن يكون مناسبا لنوع البيانات المواصفة رقم سبعة قبل الأخيرة أيضا في صفحة نية تلاتة وتلاتين أنا ما زلت مواصفة رقم سبعة أن يكون التقرير شيق كلمة شيق يعني يجذب القارئ لقراءته من الأول للآخر من بدايته لنهايته وده حضرتك ممكن تجدها في بعض القصص ليست التقرير المهنية أن يكون معك كتاب ما والكتاب ما عندما تفتحه تقرأ أول صفحة ما بتسيبش الكتاب أو القصة إلا أن تصل إلى آخرها لأنك عاوز تصل إلى النهاية أو النتيجة أو ماذا حدث نفس الكلام في التقرير يجب أن يكتب بطريقة شيقة طريقة تجعل القارئ يتتبعه من الأول للآخر يجب أن لا تدرك يجب أن لا تعطي القارئ انطباعا في من أول التقرير أن هذه هي النهاية دائما وأبدا خلي تقريرك شيق آخر مواصفة وسمة للتقرير الجيد وهي الموضوعية رقم 8 وأنا أضم أزلت في صفحة 133 وكلمة الموضوعية يعني عرض المعلومات والحقائق ولا ليست الآراء الشخصية يعني نبعد تماما عن الآراء الشخصية وتأثر الكاتب بالحقائق والنتائج أنت ككاتب ضع الحقائق والمعلومات كما هي استنتج منها فقط ولا تضع رأيك الشخصي وفي الحالة دي بيكون هناك موضوعية لكتابة التقرير وبكده بخلصنا موضوع محاضرة النهاردة وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنكمل فيها معاك الباب السادس وهو المهارات اللازمة لإعداد التقرير الجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر